نتكلم عن البرامج والمحاور خلونا نعرف مع بعض إيش هو الترصد العدوى المرتبطة بالرعاية الطبية طبعاً لازم نتكلم أنه الترصد العدوى وحتى السيرفيلنس طبعاً هو سيستم كامل ومتكامل وما يميز أيضاً مكافة العدوى أنه كل سلسلة مرتبطة بالجهة الأخرى منها فنفتخر مكافة عدوى أنه أنت تلقى مكافة عدوى بالوزارة تلقى بالمدرية تلقى بتجمع منشأة صحية كل هذه الجهات أو أقسام مكافة عدوى مكملة لبعضها البعض وهذا شيء قد يعطي التخصص أو يعطي أي برنامج مبرامج مكافة عدوى قوته وممكن يأثير أيضاً تأثير سني لذلك نحن نحتاج أن يكون عندنا برنامج قوي على المستوى الوزاري أو قسم قوي كذلك على المستوى المديريات والتجمعات المنشاة الصحية فكلهم مكملين عن بعضهم إحنا لما نتكلم عن ترصد العدوى المرتبط برعاية الطبية إحنا ما نتكلم عن الترصد داخل المنشأة فقط إحنا نتكلم عن سيستم كامل والسيستم اللي نقصد فيه ما نقصد الإلكترونيك سيستم لا نتكلم عن الإجراءات كاملة من يوم يبدأ عملية جمع البيانات لإما توصل للجهة المسؤولة فيها على المستوى التنظيمي أو المستوى على النطاق الوطني اللي هي الوزارة لذلك وجود فريق قوي في المنشأة جداً مهم وجود مدير داعم أيضاً أهم وجود مديرية قوية تشرف على تطبيق البرنامج وبرامجه وموشراته في كل قطاعات صحية بالمنطقة مهم أيضاً وجود وزارة أو إدارة قوية على المستوى الوطني تعمل الدور التنظيمي لرصد العدوى هذا جداً مهم ما يخفى عليكم أن الرصد للعدوى هو هاجس طبعاً وطني ويعتبر أحد محاولة أو أساسيات التحول الصحي إذا نتكلم عن مرحلة نحن نعيش الآن ونسعي لتطويرها ورصول أهدافها استراتيجية نتكلم عن مثلاً تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية هو أحد أهداف برنامج التحول الصحي أيضاً نتكلم عن رفع جودة مستوى الخدمات الصحية وهذا ما حيتكون أن نوصل الهدفين الاثنين ذول إلا لما يكون عندنا فعلاً برنامج ترصد قوي ويش هو الترصد؟ الترصد تعريفه البسيط هو عملية جمع البيانات المستمرة والمنتظمة للعدوى المرتبطة برعاية طبية وتحليل بيانات وترتيبها ومناقستها وإصدار تقارير تخصها تتضمن أيضاً توصيات وتساهم في التحكم والوقاية ويتم مشاركتها مع أشخاص والجهات ذات العلاقة لما نتكلم من موشرات ترصد يتم مشاركتها مع جهة ذات العلاقة نتكلم أنه هو هاجس وطني لأمانه فأكون صادق معكم موشرات الترصد يطلع عليها بالوزارة معي الوزير أيضاً مكتب تحيق رويا أيضاً جميع الشركاء والجهات ذات العلاقة لذلك هي حاجة جداً مهمة وأساسية ووجود فرق قوية فيها في المنشآت ودعم قوي وبيانات إن شاء الله أنها تكون صحيحة ونضمن لها فليديشن عالي هذا جداً مهم وأيضاً برامج الترصد هذه مثل ما كان عندنا داتا فعلاً واقعية وحتى فريق قوي في المنشآت يعمل على جمعها وتحليلها فرح ممكن توضح لنا كل أو تعطينا نظرة شمولية عن مكافة العدوى بالمنشآت وحتى بالمملكة أتكلم لما يكون عندي مثلاً ريت عالي في موديولات الخاصة بالسيرفيلنس واللي حالي يذكرها الدكتور محمد القحطاني بالتفصيل هذا ممكن يعطيك أصلاً دلالة لأن عندك مشكلة أصلاً في مكافة العدوى كلها ممكن يعطيك المشكلة أنه عندك مشكلة بالترينينج ممكن يعطيك دلالة على أنه والله عندك مشكلة بقسم معين زي العناية مركزة هو قسم حرد جداً ممكن يعطيك دلالة أنه والله البيئة حتى المنشآة عندك هي غير آمنة للمستفيدين وهذا برضو ممكن يبال لك عن طريق موشرات موشرات الدورية أيضاً ممكن يعطيك دلالة يعني الأبسط الأمور اللي هي حتى جودة الأجهزة الطبية اللي أنت تستخدمها للمرضى فكل هذه البيانات متى ما جمعت ممكن أنك يعني تخرج منها بملايين الأشياء اللي ممكن أنها تصحح لك الوضع من هنا طبعاً جت أهمية هذا البرنامج وحتى أنه أقدر أقول ممكن أنتم شفتوا المرحلة الماضية كيف أنه في مشاريع وطنية كلها مرتبطة بالترصد نحن نفتخر أن أطلقنا استراتيجية الرس وكان فيها منافسة أيضاً أطلقنا مؤخراً فيها منافسة C2C كل هذه المبادرات وحتى الخطط الوطنية والاستراتيجية كان هدفها الاهتمام بهذا البرنامج المهم والثقيل أيضاً نفتخر أنه مثل هذه البرامج الوطنية نحن قررنا أن تكون يعني تقرأ بطريقة مختلفة تحاول أن ندعم فيها المنافسة اللي تدعم أنه التحفيز والابتكار ما بين جميع المنشآت نفتخر أنه كان في احتفالية عندنا في الشهور الماضية القليلة فيما يخص تكريم مستشعات الفائزة برعاية معي الوزير الصحة بإذن الله إحنا الآن بدأنا فعلياً في مشروع جديد وأيضاً مبادرة جديدة تخص الكاوتي خلونا نتكلم عن الدعم الإداري فلما نتكلم عن الدعم الإداري نحن ما نقصد في المنشآت الصحية بوحدها أو المدريات زي ما تكلمت في بداية نحتاج أن يكون عندنا دعم إداري من كل الجهات وما يكون فيه أي غاب بين أي جهة من الجهات التي ترعى مكافة العدوى من المملكة لما نتكلم عن وزارة الصحة أو طبعاً حاولنا لما نرسم إجراءات برنامج السرفيل أو بقية برامج الإدارة عام مكافة العدوى أو البرامج اللي نقول لها مسارات مكافة العدوى بالمملكة خلال مرحة التحول ونتغير بشكلنا الجديد اللي يتوافق مع مستهدفات الرؤية وبرنامج السرفيل الصحي فأبرز ما يميز هذه المسارات إننا نحن في وزارة الصحة وفي ديوان وزارة ممثلة في الإدارة عام مكافة العدوى من المشآت الصحية مسؤولين أن يكون عندنا دعم أو نقدم دعم إداري قوي وهذا يتمثل في دورنا التنظيم ونحتاج أيضا مساعدة ودعم وقوة مع زملانة بالمديريات المكملين لنا في دورهم الاشرافي كذلك المشآت الصحية والتجمعات ومشآت طبعا بقطاعيها الحكومي والخاص في أنهم يدون دور تشغيلي عالي لما أتكلم عن دعم إداري اللي ممكن تقدمه للوزارة فيما يخص الدور التنظيمي زي ما أتكلمت اللي هو مثلا يكون عندنا قايدلاين قوي يكون عندنا رعاية قوية للمتميزين مثل الاحتفالات اللي قاعد تقام بشكل مختلف إحنا ما سبق رأينا مكافة العدوى بهذا الشكل أنه في منافسة على هدف سامي ماهب ماهو سباق قد ما إحنا نفتخر أنه في تنافس بطريقة مبتكرة تشجع هذا التدريب ولما أنا مثل هذه المنافسات الوطنية أثبتت جدارتها في أنها ترفع مستوى الوعي في مكافة العدوى ألقت بظنالها الإيجابي على مكافة العدوى وبرامجها لذلك إحنا مثلا في القوغرين لما تم تكري مستوى فائزة لما أنا على المستوى الشخصي ما كنت أتوقع أن صدمت من نتائج في مستوى الشخصيات ما كنا نتوقع أنهم أنهم وصلوا هذا المنجز الكبير ما كنا نتوقع أن عندهم ذيك الكفاءة القوية لكن كان الناس عندها طموح عندها شغف ونقدر نقول أن هذه المبادراتي حفزت فيهم هذا الشيء لذلك وجود الدعم اللي تقدمه الوزارة جدا مهم ومتى ما كان هذا الدعم ضعيف فأنا أقدر أقولكم أن البرنامج حيكون ضعيف عن مستوى الوطني حتى لو كان عندنا مديرية قوية وممشيات قوية لذلك لابد يكون عندنا دور تنظيمي قوي ومثل باللي تقدمه الوزارة حاليا وحتى بفريقها الرائع اللي نفتخر فيه أيضا كذلك ما يتقدم المديريات كدور الشرافي خلال المرحلة القادمة بدورها في إيصال ما يمكن إيصاله للمنشآت الصحية والتجمعات أيضا بتقديم الدعم للمنشآت خلال زيارتها من تدريب أو غيرها وحتى مراجعة البيانات وتدقيقها والتأكد من صحتها وحتى عملية التدريب على دخالها بالشكل الصحيح أيضا كذلك المستشفيات اللي هما يؤدون دور تشغيلي جدا مهم واللي هم نقطة الأساس والبنية الأساسية في أن يكون عندنا برنامج ترصد قوي على المستوى الوطني لذلك لازم نعرف أننا الزملاء من درمسفيات ولمسؤولين من درمسفيات واصحاب القرار أنه ما نستهين بأي دور تقدم أي منشآة بالمملكة سواء كانت صغيرة أو كبيرة هذا الدور أو الأهمية أو متى ما أنا بنيت فريق قوي في الترصد في المنشآة حقتي قل عندك إيمان كبير أن هذا الشيء بيلقي بظلالة على الرقم والريت للترصد على المستوى الوطني لذلك هذه أنا أقول أنه مو برنامج نحن نعمل عليه بشكل روتيني معتاد هو مشروع وطني ونهدف كلنا أن نكون مشاركين في تحسينها ونطمح أن يكون عندنا طريقة مختلفة ورقم مختلف يكون رائد على المستوى الإقليمي وليش لا إذا كان على المستوى الدولي ونحن إن شاء الله نقادرين لذلك هذا الدعم جدا مهم كل واحد في هذه القطاعات عنده دور جدا أساسي ومعزز لهذا الشيء حنتكلم وش أنواع الدعم الإداري أنواع الدعم الإداري يقولون يعني ونعزز أيضا بشكل كبير الدور اللي ممكن يقدمه مدير منشأة صحية أو مدير حتى قسم كافة عدوة طبعا أهمها لاجتماعات الدورية والاطلاع على جميع البيانات متى ما كان القائد المنشأة حاضر في جميع الاجتماعات ولجنة مكافة العدوة باجتماعاتها قادر أنه يقرأ التفاصيل ويتأكد من دقتها ويرون الفريق فريق مكافة عدوة وحتى الأقسام ذات العلاقة اللي تشاركنا هذا الهاجز مثل مثال مثل أقسام عناية مركزة ويرون المدير مطلع لجميع البيانات والاهتمام عالي فيها وعارف الريت عنده الربع السابق كم والآن كم وكيف واصل وكيف بروسس البرنامج قاعد يقوم الطلاعة على التفاصيل الدقيقة هذه حتى لو ما كان مدرك لها فنيا بالشكل المطلوب وهذا غير مطلوب من المدير يكون عارف كل تفاصيل البرنامج بالشكل الفني لكن مهم جدا أن يكون عارف يعني البيانات كيف تقرأ أو كيف تعمل أو كيف الإجراءة عليها لذلك حضورة بهذه الاجتماعات ودعمه واطلاع على جميع التقارير ودعمه للفريق وتحفيزهم هذا جدا مهم ويعزز أن يكون عندنا برنامج قوي أيضا من الأشياء المهمة أيضا التمكين والتحفيز للفريق مهم جدا أن يكون عندنا مدرم السفيات عندهم معطين الصلاحية لأقسام مكافة عدوى بالمنشآت ويحفزونهم على أنهم حتى أقل شيء يشاركون حتى بالمنافسات الوطنية اللي ممكن تعز هذا الشيء ما أخفيكم من مثل هذه المنافسات ومشاركة المنشآت لها متى ما لقوا الزملاء طبعا نعرف أن الهيثورتي بالمستشفى هو مديرها وقايدها وطبعا التحفيز مختلف عن أي تحفيز لذلك دورة جدا مهمة ما عرف أنه برنامج السرفيلنس ومكافعه بشكل عام وبرنامج الترصد بشكل خاص هو ركن أساسي ومهم وضروري دعمه تمكينه للفريق ودعمه لهم أيضا تحفيزهم على أنهم يشاركون في المشاريع الوطنية والمحفزة لهذا الشيء وخلونا نرجع النقطة ذكرتها قبل شوي أنه البرامج هذه وحتى المنافسات ما هي مسابقة قد ما هي تعزز بالفريق أو بفرق مكافة العدوة بالمنشأة أنهم يبدون يفكرون بطريقة مختلفة لمكافة العدوة يبدون يبتكرون طرق تحفز الناس على أنه يكون في برنامج قوي على داتا صحيحة محافظة على البندل أن الناس ترينينغ عالي بالمنشأة طرق لقينا حراك جدا عالي مع المنافسات هذه ومثل هذه المنافسات إذا ما كان فيه إيمان من مدير المنشأة لها وعارف أنه والله هذا برنامج بيعايت معي الوزير إحنا بكرة ممكن السنة الجاية ليش لا نقدر أن نحنا نطلع على المنصة ونستلم جائزتنا وأننا نكون يعني نعلم بالتواصل الداخلي وبكل مكان أن نحنا حاصلين من أعلى المراكز على مستوى مستشيات المملكة بمنافسة فلانية التي تخص بنامج ترصد مثل هذا الشيء يعطي حافظ حتى المنشأة ويعطيهم أهمية كثيرة بعض المنشأة وبعض الأقسام للأسف إذا كان المدير المستشفى مؤمنين بانشغالهم الكثير إذا كان غائب حتى عن التفاصيل الدقيقة هذه أحيانا يصابون بعض الزملاء واللي عندهم حماس يصابون بعض الأحباط إذا كان ما فيه دعم أو نقول مدير منشأة قاعد يحفزهم ويدعمهم أكثر لذلك تمكينهم وتحفيزهم هو نقطة أساسية وما راح تجي إلا من مدير المنشأة أيضا أنواع الدعم الإداري المهمة هي توفير الوسائل والمساعدة الوسائل المساعدة علينا نتكلم عنه نحن نوفرهم التدريب اللي يحتاجونه نسمح لهم أنهم يطلعون يحضرون الدورات يخذون من وقتهم شوي يحضرون الدورات التدريبية المستمرية تقيمها المديرية أو حتى التجمع أو حتى على مستوى الوزارة أيضا كل ما يحتاجونه من دعم من حضور اجتماعات دورية من أي شيء ممكن يساعد حتى أنظمة إلكترونية تساعدهم وموجودة اللمانة هي موفرة على مستوى الوزارة في نظام إلكتروني موحد متى ما وفر لهم كل ما يحتاجونه في القسم على سبيل المثال حتى جهزة الكمبيوتر جدا مهمة لهم مكان مريح مكان مناسب متى ما توفر هذه الوسائل المساعدة وعززها المدير ووجدها في هذه المنشأة بإذن الله عندنا إيمان كبير بإذن الله يكون عندنا فريق سرفيلنس قوي بالمنشأة وهذا يلقي بظلالة على موشرات إيجابية بإذن الله تساعد على أن نجعل إن شاء الله منشأتنا الصحية آمنة من العدو على فكرة الترصد قبل ما نتقل زميلي محمد بنامج الترصد على فكرة ما هو بس دلالة على أنه المنشأة على المستفيد هي دلالة أنه أيضا المنشأة آمنة للعاملين فيها وأولهم مدير المنشأة والموظفين لذلك زي ما أقول لكم أنه برنامج الترصد ما هو بس ريت نحن نقرأه ورقم نحاول أن نوفره سواء بياناته صحيحة أو غير صحيحة لا هو هو مكافأة عدوه هو يعطيك دلالة على أنه كيف وضع مكافأة العدوه عندك وأنتم عارفين مكافأة عدوه هي موضوع جدا حساس وضروري أنه يكون من أويويات أي مدير لذلك أنا ما ودي أطيل على الزوم لا أبيعطونكم فكرة أوسع فيما يخص إيش هو الترصد وأنتقل الآن إلى زميلي الدكتور محمد بأن ينتقل بيتكلم معنا في المحور الثاني فضو دكتور محمد يعطيك العافية أخوي الدكتور عبد المجيد ومسائل خير على الجميع والشهر مبارك إن شاء الله على الجميع بإذن الله ونشكر الأخوان برضو ببرنامج وازن على الدعوة والاستضافة في هذه الأمسية والأمسيات السابقة حقيقة يختصر علي الدكتور عبد المجيد المقدمة الجميلة اللي قدمها للبرنامج أنه حنبدأ إن شاء الله بالتعريف أول شيء بمفهوم الترصد هذا سبق إن شرحناه في الأمسية السابقة ولكن ما يمنعنا نعيد الإخوان اللي ما حضروا معنا خلال المساحة السابقة مفهوم الترصد أو مفهوم برنامج الترصد هو عملية مستمرة لجمع البيانات حول حدث معين أو عدوى معينة ومن ثم تحليل هذه البيانات بعد مراجعتها والانتقال إلى مرحلة عمل التقارير وإرسال تغذية راجعة للأقسام وقيادات المنشئة من أجل التدخل واتخاذ القرارات للحد من هذه العدوى فهي مثل الدائرة المغلقة تبدأ بجمع البيانات بشكل مستمر طبعاً مهم جداً أنه أثناء جمع البيانات استخدام النماذج المعتمدة اللي هي تعتبر standardize من الإدارة العامة للمكافحة العدوى عشان يكون عندنا مخرجات البيانات هذه تكون ثابتة لجميع المنشآت في المملكة المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التحليل والمراجعة لهذه البيانات ومن ثم عمل التقارير على هذه البيانات بشكل دوري سواء كان بشكل ربعي أو نصفي أو سنوي بحيث أنها تساعد في اتخاذ القرارات تساعد في التدخل تساعد في عمل الخطط السنوية للمنشآة أو لقسم مكافحة العدوى فإحنا بإنشاءنا لنظام الترصد داخل المنشآة كأننا إنشاءنا نظام مراقبة مستمر لمراقبة معدلات العدوى داخل المنشآة الصحية وأيضاً مراقبة ممارسات مكافحة العدوى ومتطيق معايير مكافحة العدوى داخل هذه المنشآة طيب ما هي الأنواع العدوى اللي إحنا بنترصدها بشكل مستمر العدوى لابد أنه عساس يكون عندنا نظام ترصد فعال ونظام نشط لابد أن تكون هذه العدوى من أنواع العدوى العالية الخطورة على المريض من ناحية زيادة نسبة الإمراض أو زيادة نسبة البوفيات لسمح الله الشيء الآخر أنها تكون نسبة حدوثها داخل المنشآة بشكل كبير وأيضاً مهم جداً أنه تكون هذه العدوى من أنواع العدوى اللي لها طرق وقايا مثبتة علمياً للوقايا منها والتقليل منها أيضاً نسبة التكاليف المترتبة على مثل هذه العدوى من ناحية لتنتج عن بقاء المريض لفترة أطول داخل المنشآة وما يترتب عليها من تكاليف سواء مادية أو بشرية على المنشآة أيضاً نحن نطبق نظام الترصد المستهدف بحيث أننا نستهدف أماكن معينة داخل المنشآة ونستهدف أنواع محددة من العدوى إذن نرجع للسلايد الأول داخل العنايات المركزة نحن نتابع أنواع محددة من العدوى وهي العدوى المرتبطة بالقصاطر الدموية المركزية وأيضاً الحزم الوقائية للوقاية منها والتقليل منها وأيضاً متابعة العدوى المرتبطة بالقصطر البولية والحزم الوقائية منها والعدوى المرتبطة باستخدام أجهزة التنفس الاصطناعي في العنايات المركزة وأيضاً من الترصد لإصابات المكروبات المقاومة المضادات الحاوية ومعدلاتها داخل العنايات المركزة كمرحلة أولية في الإدارة العامة المكروبات العدوى عن نطاق الوزارة النوع الآخر من العدوى المترصد له هي تتعلق بالعدوى المرتبطة بالعمليات الجراحية بحيث أن كل منشأة يتم إجراء فيها عمليات حسب نطاق الخدمة الصحية المقدمة هذه المنشأة يتم طلب الترصد لعدد من واحد إلى ثلاثة عمليات يتم اختيارها بناء على أنها تكون عالية الخطورة وعالية التكرار داخل المنشأة بحيث يتم متابعتها بشكل دوري وهذا البروتوكول من الترصد قد يكون يختلف نوعاً ما عن بقية البروتوكولات للترصد من خلال أنه نستمر بالترصد لهذه العدوى حتى بعد خروج المريض من المنشأة وهذا قد يشكل تحدي علينا وعلى المنشأة الصحية في بعض الأحيان من خلال متابعة المريض بعد الخروج فلابد أنه يكون عندنا في كل منشأة صحية نظام أو آلية أو خطة لمتابعة المرضى بعد خروجه من المنشأة لكي يكون عندنا ترصد شامل وكامل عن العدوى وبالتالي يتم اتخاذ القرارات بشكل صحيح حول العدوى المرتبطة بالعمليات الجراحية النوع الآخر وهي العدوى المرتبطة بالغسيل الكلوي وهذا البروتوكول مطبق في مراكز الكيلة الخارجية مرضى الكيلة عادة يكون أكثر عرضة للعدوى من غيرهم بسبب الزيارات المتكررة لمراكز الغسيل الكلوي وأيضا بسبب وجود عامل مساعد لحدوث العدوى وهو جهاز التوصيل اللوعي الدموي وهو ما يطلق عليه بالفاسكولور أكسس لذلك أهمية الترصد للأحداث المصاحبة للغسيل الكلوي بشكل مستمر وجمع البيانات بشكل مستمر لاتخاذ القرارات ومتابعة الحزم الوقائية لهذه النوع من العدوى نطاقة تفعيل ببرنامج الترصد في المنشآت الصحية بالمملكة نحن عندنا هدف استراتيجي على مستوى الإدارة العامة بمكافحة العدوى بالوزارة لتفعيل البرنامج في جميع المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية والتي تمتلك لمعايير البرنامج سواء كانت في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص المعايير على سبيل المثال وجود عنايات مركزة نشطة داخل المنشآت وجود مختبرات قادرة على توفير نتائج العينات الإيجابية للمرضى المنومين أيضا وجود عمليات جراحية حسب نطاق الخدمة المقدمة من هذه المنشآت الصحية وللحمد وصلنا حتى الآن لضم أكثر من 106 منشآة حكومية تابعة لوزارة الصحة وربطها بالنظام الإلكتروني للترصد الوبائي أيضا على نطاق القطاع الخاص تمضم أكثر من 100 منشآة صحية في القطاع الخاص وأكثر من 190 مركز الكلام في القطاع الحكومي والخاص تم تفعيل البرنامج جي فيها وربطها بالنظام الوطني لبرنامج الترصد الوبائي ننتقل الآن للحديث عن النظام الإلكتروني اللي هو الحسن بلس النظام الإلكتروني هو الحسن بلس هو النظام الإلكتروني المعتمد يتفعيل البرنامج داخل المنشآت الصحية حقيقة من أكثر من عام تم العمل على مشروع تطوير النظام الإلكتروني والانتقال من نظام حسن بلس وقد تم إجراء العديد من التحسينات على النظام وإضافة العديد من المزايا وتسهيلات في استخدام النظام وهدف تقليص الوقت والجهد المبذول في إدخال البيانات وتسجيل الحالات للمرضى والإبلاغ عن حالات العدوى بحيث أنه يصبح استخدام النظام بشكل سهل بشكل ميسر على جميع المستخدمين داخل المنشآت الصحية حقيقة لو نرجع للسلايد حقيقة التحدي الكبير اللي احنا بنواجه أنه النظام يعتبر نظام مستحدث فالمطور الأساسي لهذا النظام هو المستخدم داخل المنشآت الصحية هو مشروع من المشاريع المرينة قابلة للتطوير بشكل مستمر حتى الوصول إن شاء الله إلى نظام متكامل يحقق الهدف منه ونستقبل أيضا جميع الملاحظات من المنشآت الصحية عن طريق الفريق بالوزارة بحيث أنه يتم نقل جميع التحديات أو الصعوبات التي تواجه المستخدمين داخل المنشآت الصحية بشكل فوري للمختصين التقنيين بالوزارة ننتقل الحين للموضوع المؤشرات اللي ذكرها أخوي الدكتور عبد المجيد وبين أهمية الدور الدعم الإداري وأهمية هذه المؤشرات في متابعتها بشكل مستمر حقيقة هذه المؤشرات كلها تعكس أهمية برنامج الترصد وأهمية البيانات وأهمية التقارير التي تسطل من برنامج الترصد بحيث أنها متابعة من أعلى الجهات الإشرافية سواء كانت داخل الوزارة أو خارج الوزارة عندنا ثلاث مؤشرات متابعة بشكل دوري من مكتب تحقيق الرؤية وأيضاً يتم متابعتها من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية وهي مؤشرات العدوى المرتبطة بالقصر الدموي المركزية مؤشرات العدوى المرتبطة بالقصر البولية ومؤشرات العدوى المرتبطة بجهزة التنفس الاصطناعي أيضاً عندنا المؤشر التشغيلي لمكافحة العدوى واللي يتم مشاركته بشكل دوري أيضاً مع الجهات الإشرافية في مكتب تحقيق الرؤية وأيضاً مشاركته مع المديريات ومناقشته مع التجمعات والمنشآت الصحية التابعة لها أيضاً عندنا من المؤشرات اللي يتم قياسها بشكل دوري المؤشر تقييم تطبيق معين مكافحة العدوى في المنشآت الصحية الآيكا حيث يتم زيارة المنشآت الصحية مرتين في السنة من خلال مقيم معتمد من الإدارة العامة للمكافحة العدوى وخلال هذا التقييم يتم تقييم البرنامج بشكل متكامل من معايير مخصصة لتقييم البرنامج من توفر الأدلة الإرشادية ومن توفر السياسات والإجراءات لبرنامج الترصد وأيضاً تفعيل الإبلاغ بشكل دوري عن الحالات من خلال نظام الإلكتروني وأيضاً متابعة تطبيق الحزم الوقائية من هذه الأنواع من العدوى محور التدريب والتعليم زي ما ذكر أخوي بكتور عبد المجيد أيضاً من الأشياء المهمة جداً من أجل أن يكون عندنا نظام مستمر ومظام فعال بشكل مستمر لازم أننا نركز عليها بشكل مستمر لضمان استمرارية تفعيل برنامج داخل منشآت الصحية لازم يكون عندنا خطط معدة للتدريب والتعليم على الأدلة الإرشادية والسياسات وإجراءات البرنامج بشكل دوري على جميع المستويات من ناحية مستوى المنشآت الصحية وعلى مستوى التجمعات الصحية وعلى مستوى المديريات وأيضاً على مستوى الوزاري من فريق الوزارة خلال هذا العام للحمد تم تدريب أكثر من 1500 ممارس صحي خلال الربع الأول من هذا العام شملت ورش عمل كانت متنوعة من تدريب على الأدلة الإرشادية وعلى السياسات والإجراءات والتحديثات الهامة حسب المراجع المعتمدة وأيضاً التدريب على النظام المستحدث للنظام حسن بلس وموقع لوحة التقارير وكيفية قراءة التقارير من هذا الموقع أيضاً توفير من ضمن خطط التدريب والتعليم المستمر من فريق الإدارة العامة لمكافحة العدوى وتوفير جميع الأدوات والنماذج والمحتوى التعليمي ليساعد في تفعيل البرنامج داخل المنشآت الصحية من خلال موقع الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية لتسهيل الوصول لها في أي وقت من خلال المستخدمين داخل المنشآت الصحية أيضاً من الأدوار المهمة في التدريب والتعليم هو تفعيل الدورة المجتمعية بالتعليم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال العمل المساحة زي ما ذكر الدكتور عبداللطيف كان عندنا مساحة الأسبوع الماضي وأيضاً سبقتها مساحة قبل فترة للتعليم بالمشاريع الهامة في البرنامج وأيضاً نشر المحتوى العلمي بشكل دوري وبشكل مستمر من خلال القنوات التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب من خلال قناة الإدارة العامة لمكافحة العدوى وأيضاً نشر الأخبار والأحداث الهامة التي تخص البرنامج وتخص برامج مكافحة العدوى من خلال البرامج المؤسساتية والاحترافية مثل اللينكد إن المشاريع الوطنية وهذه إن شاء الله راح يتكلمون الزملاء الدكتور فيصل مدير إدارة الترصد بالإدارة العامة لمكافحة العدوى والزميل الأستاذ فائز الدلبحي قائد مشروع الوطني لخفض العدوى المرتبطة بالقصة البولية راح يتحدثون إن شاء الله بإسهاب عن أبرز المسجدات في هذه المشاريع الوطنية وآخر التطورات والمنافسات المصاحبة لها مثل منافسة القوغرين اللي أنتهت العام الماضي وتم تكريم المستشفيات المشاركة من خلال الرعاية الكريمة من معالي الوزير الصحة وأيضاً منافسة C2C المصاحبة للمشروع الوطني لخفض العدوى المرتبطة بالقصة البولية أنتقل الآن بالمايك لأخوي الدكتور فيصل للبدء بالمشروع الوطني لخفض العدوى المرتبطة بالقصة الدموية المركزية السلام عليكم وحياكم الله جميعاً وشارع عليكم ومبارك وشكراً لكم أمد في البداية أحب أن أشكر برنامج وازن على الاستضافة وتصلية الضوء على برنامج الترصد بإذن الله سنأخذكم في نبذة عن الاستراتيجية الوطنية لخفض معدلات العدوى المرتبطة بالقصة الدموية طبعاً في البداية نتكلم رح نأخذ تعريف عن الاستراتيجية وأهمية خفض المعدل على المنظمة الصحية وإش هي الركائز الاستراتيجية والأشياء اللي حققناها خلال السنة الماضية بإذن الله طبعاً في البداية أننا لازم نعرف إش الهدف والرؤية والرسالة للاستراتيجية طبعاً بالنسبة للرؤية أنه نوصل إلى صفر عدوى مرتبطة بالقصة الدموية في جميع مستشفيات وزارة الصحة الرسالة هي تطبيق الدراسات المبنية على البراهين لخفض معدلات العدوى والهدف الأيم أنه نصل إلى صفر فاصلة تسعة أو أقل خلال ثلاث سنوات إلى نهاية عشرين أربع وعشرين والله الحمد ممكن انتهينا من أول سنة وحققنا نسبة خفض جداً مرضية وبإذن الله رح نتكلم فيها في البرزنتيشن طبعاً ليش نطبق الاستراتيجيات ووش الأهداف من الاستراتيجيات هي خفض المعدلات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية عندنا ثالث أشياء مهمة جداً اللي هي خفض معدلات الوفيات المرتبطة بالرعاية الطبية وتعافي المبكر وتقليل فترة المكوث في المستشفيات وتوفير عدد السراء أكبر وخفض التكلفة على المنشأة الصحية والرعاية الطبية طبعاً نسبة الوفيات المرتبطة بالقسطرة الدموية هي تقريباً عشرين إلى خمسة وعشرين بالمئة نسبة المكوث في المستشفيات تصل من سبع أيام إلى واحد عشرين يوم إضافية الكوست والتكلفة الإضافية على كل مريض تقريباً ستعشر ألف دولار بناء على الدراسات العالمية بما يقارب مئة تصل إلى مئة وستين ألف ريال لكل مريض يحصل على عدوة مرتبطة بالقسطرة الدموية طبعاً قبل أن نبدأ أي استراتيجية لازم نعرف إيش هي أسباب العدوى نعمل دراسات زيارات ميدانية اجتماعات مع المشتشفيات والمديريات ونطلع بأهم المعوقات التي تسببت في ارتفاع المعدلات يمكن زي ما نعرف خلال فترة كوفيد على مستوى العالم وليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية كان فيه ارتفاع ملحوظ في معدلات العدوى مرتبطة في القسطرة الدموية بعدها قررنا أن يكون فيه استراتيجية تخص لخفض المعدل بعد الدراسة اكتشفنا أنه فيه مشاكل من ناحية الـ education التدريب من ناحية الـ staff نسبة التمريض إلى المرضى مشاكل في الـ guidelines عندنا مشاكل في المستنزمات الطبية ممكن عملنا دراسة على منطقة الشرقية لمدة ثلاثة شهور وعرفنا معظم المشاكل بحيث أنه نبني الاستراتيجية أو ركائز حقت الاستراتيجية بناء على المخرجات التي طلعت معنا خلال فترة البايلوتينج طبعا من أهم الـ component زي ما قال دكتور عبد المجيد دعم الإداري ليدرشب بعدين المستنزمات الطبية وتوفيرها بشكل دائم الـ infrastructure والبنية التحتية للمستشفيات الـ staffing نسبة التمريض إلى نسبة المرضى الموجودين في العناية المركزة التدريب العاملين الصحيين في العناية المركزة العمل على الـ best practice بنائيا على الـ guidelines الارتباط التفشيات الوبائية بمعدلات العدوى نظام الترصد وقوة النظام الترصد في المنشآت الصحية واكتشاف المبكر للعدوى وعمل حلول قبل أن تضاعف وتكون تفشيات وبائية والعمل على برنامج وتطوير برنامج الترصد الإلكتروني ليتم متابعة المعدلات بشكل يومي وسبوعي وشهري يكون فيه access الجميع الـ end user من المستشفيات والمديريات والتجمعات والوزارة بحيث يكون فيه intervention بشكل سريع للمعدلات العدوى طبعا وعمل المنافسة اذهب إلى الأخضر الـ go green لرفع روح التنافس بين المنشآت في القطاع الحكومي والقطاع الخاص تمت خلال سنة الماضية لا للحمد كانت نتائجها جدا مبهرة من ناحية تطور في معدلات العدوى للمستشفى المشاركة في المنافسة وفي الأخير اللي هي المتابعة والتقييم للإستراتيجية يعني أي استراتيجية أو أي مشروع ما يكون فيه متابعة وتقييم بشكل دوري معرفة الخلل وتراكم الأشياء فتسبب لنا مشكلة فدائما أي مشروع لاجم يكون فيه متابعة بشكل دوري لإيجاد حلول فورية بحيث أن يكون فيه نتائج في نهاية المشروع طبعا والله الحمد يمكن عملنا أكثر من 90 اجتماع داخلية على مستوى الوزارة على مستوى المديريات على مستوى المستشفيات والتجمعات للـ 11 ركيزة طبعا زي ما قال ممكن دكتور عبد المجيد إحنا لما نتكلم على الليفلز إحنا نتكلم على مستوى المديريات والتجمعات نتكلم على مستوى المستشفيات نتكلم على مستوى الوزارة بحيث أن يكون فيه دعم إداري أو سبورت للمستشفيات نحن دائما نقول لما يكون فيه خلل في أحد المستشفيات يمكن يكون الخلل مهم من المستشفى فقط يمكن يكون فيه الخلل من الليدرشف في المستشفى يمكن يكون خلل من المديرية من التجمع من حتى أحنا في الوزارة الدعم لازم يكون من الجميع تسليط الضوء على المشكلة على الـ different levels بحيث يكون فيه intervention وتدخل سريع لحل الإشكالية طبعاً الليدرشف يمكن الدكتورة عبدالنواجية تغطاها بشكل كامل بس من أهم الأشياء اللي بدأها سوناها خلال الاستراتيجية أنه كان فيه كوميتي خاصة للعدو المرتبطة بالقصر الدعموية في المستشفى تجتمع بشكل شهري إذا كان فيه ارتفاع أو بشكل ربعي إذا كانت المعدلات في الـ range الطبيعي بحيث أنه نسلط الطوء أكثر ونجعل المدارة المستشفىات والمدارة طبيين ومدارة عناية مركزة ومدارة التمريض في المستشفىات على الطلاع بمعدلات العدوى بشكل دوري طبعاً ممكن عملنا حتى اجتماع على مستوى مستشفيات الوزارة كاملاً وحرصنا أنه جميع مدارة المستشفيات نعطيهم نبذة عن الاستراتيجية قبل لا نبدأ فيها طبعاً السبلاي يلعب دور مهم جداً في خط معدلات العدوى بناء على الدراسات والبراهين حاولنا أن يكون عندنا حلول للسبلاي تشين ممكن سوينا حتى ملف المتابعة السبلاي تشين في جميع المستشفيات المملكة وحاولنا يكون في إدارة التموين حتى في الوزارة تكون معنا انفول في المشروع وإدارة المستشفى طبعاً كان فيها متابعة ممكن زي ما تشوفونها كان عندنا متابعة شهرية في نسبة توفر كل آيتمز خاص في القسطرة الدموية وهل هو مستمر أو فيه انقطاع أو عدم توفر لا الحمد يعني كانت النسب سابقاً كانت جداً قليلة وجدنا بالمتابعة الدورية في تحسن كبير في توفير جميع المستشفى الطبية الخاصة بخفض معدلات العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية طبعاً عملنا على استحداث غايدلاين خاص لخفض معدلات العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية وعلى أدوات مساعدة مثل كفاءة الممارسين الصحيين وعمل اختبارات لهم قبل الإجراء أي صيانة أو تركيب القسطرة الدموية وجدنا حلول لاختيار أو اختبار الجدارة للأطباء العاملين وقدرتهم على تركيب القسطرة الدموية في العلانات المركزة بحيث أن يكون الجميع مطلع منهم عندهم القدرة على تركيب القسطرة الدموية ومن عندهم القدرة والكفاءة لعمل الصيانة على القسطرة الدموية طبعاً تم متابعتها بشكل شهري مدى تطبيق جميع الأدوات المساعدة في جميع المستشفيات وكان في مؤشر شهري يصدر من الإدارة العامة للأدوات المساعدة لتحفيز الجميع لتطبيقها لخفض معدلات العدوى المرتبطة بالقسطرة الدموية طبعاً زي ما قلنا برنامج الترصد ومتابعة دورية للمعدلات العدوى بشكل دوري مهم جداً على مستوى المستشفى على مستوى التجمع على مستوى المديرية على مستوى الوزارة كان في حراك يعني ملحوظ على جميع المستويات لمتابعة المعدلات عمل خطط تصحيحية بعد كل شهر لخفض المعدلات والله الحمد يمكن قدرنا نخفض المعدلات بنسبة 28% خلال السنة الأولى ويعتبر أكثر من كان المتوقع يمكن كانت النسبة المتوقعة أو اللي كنا نهدف لها كانت 25% والله الحمد قدرنا نوصل إلى 28% وبإذن الله أنه خلال السنتين القادمة أن نقدر نصل إلى الهدف المطلوب طبعاً حاولنا نقسم المستشفى على color coding بناءً على المعدل إذا كان من الصفر إلى فاصلة 9 بالأخضر أصفر أحمر بلاك وكل لون له تدخل معين على المستوى المديرية يكون التدخل أو على المستوى المستشفى أو على مستوى الوزارة كزيارة وفاليديشن وعمل خطط تصحيحية طبعاً زي ما قلنا المعدل كان 2.5 في نهاية 2022 الحمد لله وصلنا إلى معدل 1.8 بنسبة خفض 28% وهذا نعتبر إنجاز يعني الجميع شارك فيه على مستوى المستشفيات والتجمعات والمديريات نشكرهم اليوم بما أنهم موجودين معنا هم العامل الأقوى لخف المعدلات بدعمهم وحرصهم على تنفيذ جميع توصيات الصادرة من الإدارة العامة ومن ديوان الوزارة طبعاً عملنا على زي ما قال الدكتور محمد على دورات تدريبية مكثفة للعناية وتركيب القصادر الدموية من يعني دورات هانز تطبيق عملي ممكن تواجدنا في عشرين منطقة خلال السنة الماضية وعملنا لهم دورات تدريبية عملنا دورات virtual online training عملنا تقريباً على فيديوهات تثقيفية لتركيب القصادر الدموية ومشتزمات الطبية يحتاجها الممارس الصحي لتركيب القصادر الدموية وكلها موجودة عن طريق تقدرون تسوون سكان وتحولكم على جميع المواد التوعوية اللي عملنا عليها خلال الفترة الماضية طبعاً زي ما قلنا الـ education and training بشكل عام مهم جداً وجدنا فيه gap خلال السنوات الماضية أن الممارسين الصحيين يكونون موجودين في العناية المركزة بدون ما يكون عندهم خلفية عن القصادر الدموية طريقة العناية بها أهم المستزمات الطبية اللي يحتاجها خلال العناية بالقصادر الدموية يمكن عملنا كدور من الدعم الإداري من عندنا في ديوان وزارة على توزيع بوسترات لجميع المستشفيات يمكن كانوا تقريباً 89 مستشفى وزعنا عليهم بوسترات باللغة العربية وباللغة الإنجليزية لكل مستشفى بوسترين فصراحة كانت مجدية تذكيرية للجميع عند أبواب العناية المركزة وبعضها تكون داخل العناية المركزة البندل الحزمة الوقائية وتعريف بالأهداف الاستراتيجية لتذكيرهم بشكل يومي بالاستراتيجية طبعاً مواد توعوية عملنا على مواد توعوية وتثقيفية لجميع الممارسين يقدرون يحصلون عليها عن طريق موقع jdabc.sa في خانة خاصة للإستراتيجية موجودة فيها جميع البوسترات التثقيفية وتوعوية للعناية والتركيب القصادر الدموية طبعاً عملنا على دورة من خلال السنة الماضية عملنا على دورة المدة ثلاثة أيام خاصة فقط للقصدر الدموية كان فيها تقريباً كانت على ثلاثة أيام حضرها تقريباً 518 ممارس صحي في العناية المركزة كان فيها تسعة محاضرين من أفضل محاضرين على مستوى المملكة كان بعضهم من المستشفيات وعلى دراية كاملة بالمشاكل الموجودة في المستشفيات ولله الحمد أجدد بالرفيول اللي كان بعد الدورة كان جداً إيجابي وإذن الله رح نعمل على دورة أخرى خلال السنة الحالية لتذكير الجميع بالممارسات الصحيحة في العناية وتركيب القصادر الدموية طبعاً القوغرين هي منافسة تمت خلال السنة الماضية على مستوى مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص شارك فيها 20 مستشفى من وزارة الصحة وتزعم 20 مستشفى من القطاع الحكومي و6 مستشفيات من القطاع الخاص ولله الحمد كانت نسبة الخفض على مستوى المستشفيات فقط وصلت إلى 40% نسبة خفض المعدلات العدم المطبطة بالقصادر الدموية وممكن خلال فبراير تم رعاية من معالي الوزير الصحة وهذا من أقوى الدعم الإداري اللي حصلنا عليه برعاية الحفل التكريم للمستشفيات الفائزة وتكريم حتى للمستشفيات المشاركة يعني كانت التكريم الهدف منه ليس فقط للمستشفيات الفائزة حتى لللي اجتهد وعمل للخفض المعدل تم تكريمهم جميعاً وممكن الصورة توضح أن جميع المستشفيات اللي شاركت تم تكريمهم خلال الحفل طبعاً زي ما قلنا المتابعة والتقييم الدوري جداً مهم في أي مشروع وطني لإيجاد الحلول السريعة بحيث يكون عندنا انترفينشن سريع ما ننتظر مثلاً بعد ثلاثة شهور أو أربعة شهور نتدخل إلا يكون الوقت مضى كثير فهذا كانت الهدف الاستراتيجي أن يكون متابعة بشكل دوري أسبوعي وكان فيه متابعة بشكل شهري مع جميع المناطق ولله الحمد طلعنا بالنسبة الخفض في سنة 22-28% وبإذن الله مضطلعين بدعمكم ودعم المستشفيات والمديريات والتجمعات أن نصل بإذن الله إلى المعدل المطلوب وبإذن الله أقل في نهاية 2024 فيعطيكم العافية وشكراً لكم ومعد الساد فايز الدلبحي عن مشروع الكاوتي أو الكوشن أوتوف نيشن يا تكراً أبي دكتور فيصل السلام عليكم كلام أنتم بخير سعيد بتواجدي مع زملائي ميدار عام وكافتاد ومشارة صحية بالمشاركة في إحدى ممسيات برنامج وازم إن شاء الله راح أخذكم معي في الكوشن وراح نتكلم إن شاء الله بكل تفاصيلها ككوشن استراتيجي وهي كاوتي أو ديفنيشن في المقدمة نتكلم عن الديفنيشن الخاص بالكاوتي هو بشكل بسيط هي العدوى الجهاز البولي الناتج والمرتبطة بالقصر البولية بعد مراجعة الليترشير ريفيو لوضع أو الاطلاع على الإحصايات الخاصة بالكاوتي تبين إنه تقريبا من 12 إلى 16% من المرضى يتم عمل لهم قصر البولية أثناء تنويمهم في المشارة الصحية بالإضافة إلى إنه الكاوتي تشكل أكثر من 30% مقارنة بباقي الـ H.I.I. وهي تعتبر الأكثر شيوعا في المشارة الصحية المشارة الصحية مقارنة بباقي النوع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية تأثير الكاوتي بشكل عام على المشارة الصحية يتمثل في ثلاث نقاط النقطة الأولى تطيل بقاء المريض في المشارة الصحية من يومين إلى أربع يام برضو ارتفاع المراضة والوفيات تقريبا 13 ألف وفاة سنويا بسبب الكاوتي في المشارة الصحية أضف إلى ذلك التكلفة المادية واللي تشكل بشكل كبير وضغط على المشارة الصحية والمؤسسات الصحية والحكومات أيضا تقريبا 400 إلى 500 بليون دولار بير يير بسبب الكاوتي بعد مراجعة الدات الخاصة بالأموج لسنة عشرين واثنين وعشرين ومقارنتها بعشرين وواحد وعشرين اتضح أنه فيه ارتفاع في معدلات الكاوتي حيث كان الريت أو البنشمارك 1.0.3 في 2022 مقارنتا بـ 0.9.2 لكل 1000 يورين كثير ديز بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 33% لمعدل استخدام بـ 20-22 مقارنتها بـ 20-21 مما أدى إلى احتياج لدراسة الوضع الخاص بالكاوتي في جميع المشارات الصحية ومن ثم عمل بلان لحد من انتشارها أو خفض معدلات الكاوتي باستخدام الميثودوريجي الخاصة بالفيشبون لمعرفة أسباب الارتفاع الكاوتي تبين أنه فيه خمس أسباب رئيسية أدت إلى ارتفاع الكاوتي في منشآتنا الصحية مثلا عندنا البرامج قلت البرامج التعليمية والتسقفية الخاصة في الكاوتي بشكل عام أضف إلى ذلك البرامج الخاصة بنظام الإلكتروني وقلت الإدخال أو عدم الالتزام بالإدخال من بعض المشارات الصحية على نظام حصن بلس برضو عندنا ريزون آخر خاص بالبيبل والصطف عدم وجود رول موديل اللي هو نموذج أو شامبيون في المنشآت الصحية يكون نموذج يحتذى به في الممارسين الصحيين ويكون قايد لهم في منشآتهم الصحية برضو فيه لاكينغ من ناحية الترينز للإنسيرشن سواء كان في التركيب أو في المينترانس برضو فيه في البروسيس والبروسيجرز من أهم الكومنس اللي تم ملاحظتها أثناء عمل القاب أنالوسيز أنه بعض المنشآت الصحية ما عندها اتزام في دوثيق دواعي لاستعمال الكاوتي اللي البندلز تطرق لها بشكل مباشر أنه أفويد الكاثيترز أز أز موش هز يو كان البرودكس السابلاي والتحدي الكبير اللي فيه برضو البولوسي أنه ما كان فيه قايد لائنس الكاوتي الحمد لله بتعاون مع زملائنا في الدارة عامة المكافة العدوى تم أعداد قايد لائنس خاص في الكاوتي وتم أطراق ومشاركته في جميع المنشآت الصحية برضو الفورمز والتولز تم أعدادها وتجهيزها لتساعد الممارسين الصحيين لتحقيق هدف الاستراتيجية وتقديل الأدوى الكاوتي ومجات الصحية ننتقل لبعدها دكتورو صناح الديسكريبشن الخاص بالكاوتي أو الكوشن هو الـ Full Statements County Out of Nations هدف الكوشن هي Reduce الكاوتي في جميع المنشآت الصحية من خلال تنفيذ أفضل الممارسات العلمية التي تهدف بشكل مباشر وتساهم في خفض معدلات القسطر البولية هنا عندنا الفيجن الفيجن الخاصة والرؤية الخاصة بالكوشن هو القضاء على مدلات القسطر البولية في جميع المنشآت الصحية إن شاء الله بحلول 20-25 الرسالة تعزيز المهارات والممارسات الخاصة بالتعامل مع العدوى القسطر البولية لممارسين الصحيين بناء على أحدث الممارسات العلمية الصحيحة في جميع المنشآتنا الصحية هدف استراتيجية خفض معدلات عدو القسطر البولية في جميع المنشآت الصحية بنسبة 50% بحلول 20-25 ابتداء إن شاء الله من مارس 20-23 أهداف الاستراتيجية في أهداف للليدرشيب والدسجن ميكرز تطلق لها الدكتور عبد المجيد مشكورا لكن فيما إنه فيه استراتيجية يهمنا بشكل مباشر إنه الليدرز وصناع القرار في المنشآت الصحية على علم ودراية في الاستراتيجية من أحد كاسم ككوشن أهدافها مدتها رسالتها رؤيتها وكل تفاصيلها حتى يسهل المارسين الصحيين تنفيذها بشكل جيد جدا الهدف الثاني هو بناء استراتيجية تعتمد على أحدث للدلة العلمية بأولا التخطيط لها معرفة القاب وين فيه ومن ثم التنفيذ من خلال طرق علمية تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهدافها ومن ثم عندنا الأمنتين أو الحفاظ على سلسلة السبلايزر خاصة في الأمور التي تساعد على تحقيق هدف الاستراتيجية بشكل مباشر النقطة الثالثة والرابعة هو تطوير النولج والمعرفة والممارسات الصحية بناء على آخر الدلة الرشادية آخر الدلة الرشادية التي يتم من خلالها تنفيذ استراتيجية بشكل مباشر في جزئية خاصة بالهدوكيشن والسطف للبيشنت والسطف الخاص بالفاميلي جزء مباشر يتعمد على ترينج ويدوكيشن بشكل جيد جدا المونترينج ويدوكيشن يعتبر جزء مباشر ويعتبر ركيزة أساسية في خفو معدلات العدوى بناء على آخر الداتا نال اساس والكوليكشن الخاصة فيها جزء مهم جدا الكوندايكت كوشان توكاوتي اللي هي سي تو سي منافسة وذكر الدكتور الدمجيد مشكورا أن المنافسات تعطي طابع جيد وزخم لجميع المنافسات وأثبتت الدراسات بأن أي استراتيجية أو أي مشروع يتم من خلاله أو يتم مصاحبة منافسة له يكون الـ performance الأداة عالي جدا وشفنا ذلك ذكر الدكتور فيصل مشكورا دور الـ Go Green ونسبة التحقيق الأهداف بناء على استراتيجية السيارة رئيس مهم جدا أيضا بناء سلسلة أو تواصل بين جميع المشاركين الصحيين اللي يتم من خلالهم يتم تطبيق الكوشان بشكل عام عندنا برضو المونترينج الفلويشن كل استراتيجية يتم من خلالها الـ KPIs الـ KPIs تهتم بشكل مباشر إلى تحديد الـ Levels الذي وصلت لهذه استراتيجية لقياس الـ Progress الخاص فيها الـ Next, دكتورة سمحك الـ Components عندنا ثماني components for the Cautions Leadership أسهم فيه الدكتورة المجيدة مشكورة الكاوتي من ناحية Data Collection و Analysis جمعها وتحليلها ومن ثم تفسيرها بشكل مباشر وشكل خاص من جميع قصام مكافة العدوى ومن ثم مشاركتها مع الـ Leaders ليتم اتخاذ القرارات المناسبة برضو إعداد الأدلة الارشادية المناسبة للساهم تقفيف عدوى القصر البولية الـ Communication التواصل الفعال بين المعنيين في المنشاة الصحية أو الـ Cluster أو المديرية أيضا عن مصر GDIBC بمعرفة تطورات الاستراتيجية وين وصلت فيها أيش التحديات اللي ممكن تقابلهم وتواجههم أيش الحلول اللي ممكن من خلالها يتم اتخاذ الحلول جميعا برضو الـ Supply الخاص بتوفر جميع المستزمات الخاصة بعدوى القصر البولية الـ Monitoring Bill of Flouration كل مشروع وجود Dermontal Glyphiluation شيء مهم فيه لمعرفة لمعرفة الوصول الـ Interventions متى فعاليته هل والله البلان اللي حنا سويناها فعالة هل يوجد مثلا غابز هل يوجد كومنس ويكنس باوتت ولا لا الـ Component الأخير هي المنافسة C2C Initiatives الـ C2C Competitions في الجي دي اي بي سي اطلقتها في شهر مارش بشكل فعلي عندنا تقريبا أو وصلنا تقريبا مئة طلب من جميع المنشاة الصحية منها 36 Health Care Facilities لتم قبولها حسب كريتيريا معينة 36 ذي منها ثمانية Private 26 Amore واثنين Non Amore الـ Caution Progress بشكل عام يوجد تيم معنا في الجي دي اي بي سي زملائي وزملائي في الجي دي اي بي سي تتم المراقبة بشكل يومي خاصة المنافسة C2C برضه في كالندر او بلان لتريننج بروغرام بشكل دوري يتم تنفيذه مع شركاء انا في قسم التدريب تم عمل 12 برنامج تدريبي لشهر مارش لمختلف المشاة الصحية على مستوى المملكة برضه من البروغرس اللي تم عمله تم عمل ووركشوب اونلاين ووركشوب خاص بالكوشن الكوشن بورتفوليو اللي هي الحقيبة الشرح الحقيبة الخاصة بالكوشن وتم عمل اونلاين برضه ووركشوب للمستشفيات المشاركة معنا في لشرح كميع تفاصيل التواصل الأدوات المطلوبة منهم بشكل دوري هنا الـ اللي تم اعداده من قبل جي دي اي بي سي مثل ما تفضل الدكتور عبد المجيد كدور لإدارة اللي هو الدعم دعم الجي دي اي بي سي تمثل في التنظيم والتخطيط وتجهيز جميع الوسائل أو الدوكومنس الخاصة بالكوشن من دلة ارشادية من طولز للمينتنانس والانتريفينشنز من طولز خاص بالسطلاي من ادوكيشن منوات تعليمية سواء فيديو أو بوسترات كلها الهدف منها تساعد مارسين الصحيين على العمل عليها وتنفيذها من خلال شكل علمي وواضح في التعامل مع الكوشن هنا الاسكان وهنا الكتار كود الخاص بكل تفاصيل الكوشن من رؤية ورسالة واهداف وغول وتولز ممكن لكم أن تمسحونا بشكل دوري الغرض منه يساهل ويساهم في عمل الممارسين الصحيين ليصال المعلومة بشكل جيد ومستمر وشكل سريع بالنهاية الالتزام بال ودعم اليدارة والليدرشيبز يسهم بشكل مباشر للحفاظ على البيشن سيفتي وبرضو السطف سيفتي في منشآتنا الصحية وكل هذه تؤدي إلى تحقيق الله تعالى ومن احياء بك النما احياء الناس جميعا يطيكم العافية شكرا لك شكرا دكتور محمد أيضا دكتور فيصل يمكن اخوي عبدالعزيز والزمل والزملات الموجودين يمكن هذا كان سمري بسيط عما يخص الترصد المرتبط بالرعاية الطبية والنهاية اللي ختم فيها اخوي فايز الهدف السامي وفعلا بإذن الله نسع نحن كنا سعيدين اليوم أن نكون معاكم الأمانة ونأسف إذا أطلنا عليكم وخذنا من نوقتكم لكن ساعدنا جدا بأننا نكون موجودين معاكم ولك المايك عبدالعزيز إذا فيه سؤال معين تسأل الزمل أتفضل الله حقيق الله أعطيكم العافية جميعا شكرا الدكتور عبد المجيد شكرا دكتور فيصل شكرا دكتور محمد شكرا السيد فايد يطيكم العافية عندنا سؤال أحدهم يسأل سؤال يقول بالنسبة لمستشفيات الرعاية المديدة لماذا لا يشملنا يوزر حصن بلص لدول مكافهة العدوى لأن المراقبة الإلكترونية أدق من المراقبة الإدوية ما أدري يحتاجون يوزر أو شيء ما أدري جميع المشاة الصحية تشمل في نظام صحة يمكن كانوا سابقا غير مدرجين حاليا الجميع مدرج بس إذا يوفينا باسم المستشفى بإذن الله سنتابع مع المديرية التابعة لها ليش ما تم إضافتهم في نظام صحة يعطيك العافية تقريبا السؤال الوحيد هذا عندنا بارك الله في علمكم ونفع الله بكم ونسأل الله أن يكتب لكم الأجر في هذه الأيام الفضيلة شكرا أن نورتونا ووفدتونا كثير نسأل الله التوفيق للجميع كلمة لك دكتور عبداللطيف قبل الانهاء فضل دكتور عبداللطيف دكتور عبداللطيف دكتور عبداللطيف عياك الله يا هلو غلاء ما هدي ما هدي كلام ينقال والله اللي عجبني ما شاء الله جلارك الله التناغم شكلهم كانوا مرتبين يعني عبدالعزيز قبل ما يجون اللقاء دكتور عبداللطيف شكلك أنت أخذتهم كده بإقامة بعض وقلتوا كيف عند آخر كلمة يدخل اللي بعدنا ونسوي يعني ما شاء الله تبارك الله التناغم اللي كان موجود فخورين جدا الله يحفظك بس ترى من من الأهم مساسيات اللي تعلمنا احنا بالإدارة لمانا التناغم اللي ما بين الفريق روح العمل وانتسبق زرتنا بالإدارة فعلا ترى احنا ما في شيء يقدم ويظهر إلا له إعداد ونعطيها أهمية العالي وهذا الشغف اللي يميز نحن في درام كافل صحيح وأنا ألمس هذا بشكل كبير جدا ويمكن الزمل وكرام اللي حضروا معان اليوم لمسوه في التناغم وفي الكلام اللي قاعدين تقولونه الله يبارك في علمكم وعملكم ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد عاجزين عن شكركم والله شكرا لكم من القلب أنا أتمنى أنكم أمامي الآن وكل واحد أصابحه وقوله شكرا على حضورك معانا الله يوفقكم يا رب شكرا جزيلا لكم الله يعطيكم العائفة جميعا وشكرا لكم وشكرا لحضوركم ونستودعكم والله أنا أمل أن نلتقيكم في ومسيات قادمة بإذن الله شكرا لكم جميعا